ناقشه هذه قضية بعد تقرير الزميل أحمد يحيل أصدر مركز كارينج للشرق الأوسط تقريره الذي حمل مأساة القاهرة متعلقة بأهم شرايين حياتها نهر النيل جاء في ثناياه أن السد الأثيوبيا يقلص تدفق النيل ويجعل مصر جافة تماما وهو ما يؤذن بخلافات وتوترة حادة بين القاهرة وأديس أبابا بعدما فشلت كل محاولات الاتفاق وكانت مصر قبل عامين قد وقعت مع إثيوبيا والسودان وثيقة المبادئ العشرة والتي بموجبها أقدمت الحكومة الإثيوبية على إتمام سد النهضة وأعدها خبراء نقطة فشل ذريعة للنظام المصري من قيادة عمب الفتاح السيسي خاصة وأن السودان الحليفة التاريخية لمصر قد ولى وجهه شطر إثيوبيا ودخل في خلافات عميقة مع سلطتها لتواجه القاهرة الأزمة منفردة ويواجه نحو مئة مليون مصري مصيرا مجهولا ومحفوفا بالمخاطر فقد أورد التقرير أن هذه الأزمة لن تضاف إلى المتاعب المحلية الكبرى التي تعيشها مصر وحسب فاقفصاد مترنح وخروقات فاضحة لحقوق الإنسان وحاكم غير شعبي يواجه عملية إعادة انتخابه الجدلية ربما تؤدي هذه الحالة برمتها إلى سيناريوهات مفتوحة واحتمال نشوب صراع شامل في القرن الأفريقي واختفاء للدبلوماسية المتبعة بعدما ضاقت على القاهرة خياراتها لمناقشة هذه القضية أرحبه بضيفي عبر الأخمار الصناعية الدكتور عبدالتوا بركات مستشار وزير التموين سابقا ألا بيكروكتور ترجمة نانسي قنقر